السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفاة أربع طباء بشكل مفاجئ في الشرقية والصحة تزدر بيانة وإليكم التفاصيل السلام عليكم سادت حالة من الحزن بين الأوساط الطبية بمحافظة الشرقية أجب وفاة أطباء شباب بشكل مفاجئ خلال يومين فقط وانتشرت حالة من القلق بعد وفاة الأطباء خاصة أن معظمهم ماتوا وهم نائمون وقدم المئات من الأطباء واجب العزاء في زملائهم مطالبين بمعرفة أسباب الوفاة والهناك سبب مفاجئ أو خاص فيما طلب آخرون الرحمة والمغفرة له وقال الدكتور أحمد على أن زملائه محمود سالم الغنيمي نائب مدير مستشفى الزقاذيك العام توفيه بشكل مفاجئ وهو نائم دون سابق انذار وأيضا الدكتور عاطف السيد طبيب الرعاية الحرجة بمستشفى أبو حمد المركزي وأيضا الدكتور أحمد محمد هشام ألاوة على طبيب طابع بمركز فقوس كما قد توفي على سريره قبل الاستيقاظ لصلاة الفجر وأصدرت مدرية الصحة بيانا أكدت خلاله عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم ويلهم زويهم وأهلهم الصبر والسلوات والسلام عليكم